تكتيكات احتيالية وملتوية محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة تخويف واتهامات حملات تشهير ومضايقات مخططات دنيئة تستخدمها السلطات المخزنية لقمع النشطاء البارزين والمعارضين للنظام بينما تقول السلطات في ادعائها أنها لا تعد تطبق سوى القانون تقريره بشكل أو بآخر سينالون منك للمنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش أسقط ورقة التوت عن الأساليب الملتوية التي ينتهجها المغرب في حق شعبه وعرى الوجه القبيح للنظام المخزني القمعي بما في ذلك وسائل الإعلام السائرة في فلكه والتي وصفت تقرير المنظمة بعدم المهنية متهمة أياها بتعمد الإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية ألاعيب تمارسها السلطات المخزنية تهدف إلى الحفاظ على صورتها كدولة عادلة في حين أن نظامها الوحشي يلفد آخر أنفاسه ضمن القائمة السوداء بعد أن تحطمت القشرة الخارجية للديمقراطية المزعومة لسلطة من العصور الوسطى هي الخلاصة التي ذهب إليها تقرير المنظمة الحقوقية